في الفيديوهات اللي فاتت من الكورس كنا تعلمنا رسم الراس من الزوائي المختلفة وكنا تعلمنا رسم وتلوين العين بالتفصيل وازاي نقدر نرسمها على الرؤوس اللي بالزوائي المختلفة لقدامنا دول وبعد كده تعلمنا رسم مناخير وتلوينها بالتفصيل وبرضو كنا ضفناها بعد كده على الرؤوس بالزوائي المختلفة وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم البقء والشفايف وازاي نلونهم بالتفصيل وبعد كده هنتعلم في الجزء التاني من الفيديو ازاي ان هنقدر نرسم الشفايف او بالزوائل المختلفة على الثلاثة وشوشة اللي قدامنا دول. لكن كالعادة قبل ما نبدأ في الرسم حابب افكركم انكم تدعموا القناة وكورس عن طريق اعمل لايك للفيديو. وده اللي هساعد ان شاء الله ان انا نوصل لفيديو الاكبر عدد من الناس علشان يستفيدوا من الكورس. وبكده نكون جازين هنبدأ نرسم الشفايف. فاول حاجة بحب عملها هو ان انا اختار للرسم زي ما عملنا في الفيديوهات اللي فاتت. وبتأكد ان انا بستخدم الفرشة لرقم اتنين زي ما عملنا في الفيديوهات اللي فاتت برضو. ودلوقتي هبدأ ان انا ارسم الشفايفة عن طريق رسم خط الاول اللي هيكون بيفصل ما بين الشفا العلوية والشفا السفلية. وبيبدأ من الروكن الاول بيوصل لحد الروكن التاني. فدايما بزود او بتقل شوية على الاركان بتاعة البوع. وبعد كده بقرسم زي منحنة صغير كده في نص الشفايف من فوق. وبعد كده ببدأ ان انا اوصله تحت بالاركان بتاعة البوع. وبكده يكون عندي الجزء العلوي للشفا العلوية. وبعد كده ممكن ان انا انزل برضو بالتفصيلة الصغيرة بيكون موجودة هنا في الشفايف بالشكل ده. ومش لازم ان احنا نضيف التفصيلة دي لكل الشفايف اللي احنا بنرسمها. ودل الوقتي هبدأ ان انا ارسم منحنة تحت كده يمسلي الجزء السفلي للشفا السفلية. ودايما بحب ان ادخل ان في زي جزئين بيضويين هنا بالشكل ده كده. ودول هيكونوا مستويين اللي هيكون عليهم اكبر ضوء على الشفايف. والجزء اللي تحت ده يكون عليه الضل مقناة بالجزئين البيضويين اللي موجودين فوق. وابدأ برضو ان انا اظل الاجزاء دي لحد الاركان بتاعت البق. وبعد كده ممكن برضو ان انا اظل الشفا العلوية. ودايما الشفة العلوية بيكون اغمأ شوي من الشفة السفلية. وده بسبب ان الضل اللي بيكون جاي من فوق فمش هيكون منعكس على الشفة العلوية لكن هيكون منعكس على طوله على الشفة السفلية. وبرضو لو الضل جاي من فوق فهيبقى فيه ضل خفيف شوية كده ما用ت تحت الشفة السفلية. وبكده اكون خلصت مرحلة السكتش السريع للشفايف فهاختار الطبقات بتاعتي وهبدأ ان انا اخفف الطبقة بتاعت السكتش السريع وامل طبقة تانية فوقيها ودي هكون الطبقة اللي انا بارسم عليها خطوط اللي هتكمل معي بعد كده قدام في مرحلة التلوين وابدأ بقى ان انا ارسم خطوط انضف شوية من الخطوط الكتير اللي انا كنت بارسمها في مرحلة السكتش السريع وابدأ بردو نزوج شوية التصليل الخفيف هنا كده قوة وابدأ بكون خلصت مرحلة الخطوط النهائية وهغير للطبقتين للينير بيرن وهخفف برضو الشفافية بتاعت الطبقة دي شوية وهغير دي برضو وابدأ لكم جاهز لمرحلة التلوين فبعمل طبقة جديدة وهخليها على زي ما هي وبختار اللون بتاع البشرة وابدأ ان انا الون اللون بتاع البشرة بالشكل ده وبعد كده هعمل طبقة جديدة فوق الطبقة بتاعت البشرة ودي هتكون بقلع لها اللون بتاع الشفايف نفسها شوية بقدر انا اغمى اللون شوية بالشكل ده كده وهبدأ ان انا الاون الشفايف وانا اللون مش عاجبني اوي الصراحة بس ممكن انا اقدر اغيره بعد كده بين زي ما نشوف مع بعض ودي ميزة طبعا استخدام الطبقات ان لو في لون مش عاجبني بكل سهولة هدوس على من هنا بالشكل ده وبعد كده اختار الهيو والسيتوريشن واللايتنس وافضل ان اغير في البرات اللي قدامي دي لحد ما اوصل للدرجة بتاعت اللون اللي ترضيني فانا شايفين الدرجة دي طول حبر كويسة وبكده يكون عندي الالوان جهزة عندي وهبدأ في مرحلة التصديل والاضاءة فبعمل طبقة جديدة وبخليها ودي هبكون طبقة التصديل وبختار اللون بتاع البشرة وبغمق شوية بالشكل ده وهبدأ بقى ان انا اظل الاماكن المتخانة بشيكون وصل لها ضوء بالقدر الكافي فبغمق الشفة العلوية الاول وبعد كده ممكن اغمق الجزء اللي تحت الشفة السفلية بالشكل ده وهي بغمق برضو الاجزاء اللي بتكون جاية من الاركان بتاعت البوق للشرفة السفرية بالشكل ده بعد كده ممكن اجيبيه وابدأ ان انا افرش التصديل ده شوية وبكده بكون خلاصة مرحوات التصديل وهامل طبقة جديدة واخليها على ودي هكون الطبقة اللي انا بلون عليها الاضاءة فببدأ ان انا ازود الاضاءة على الشفة العلوية بالشكل ده وعلى الاجزاء البيضوية اللي كانت موجودة في الشفة السفلية وبردو بحب ان انا ازود شوية اضاءة خفيفة كده على الاركان بتاعت البوق وما كده باجيب سماتش تور وابدأ ان انا اوزع الاضاءة دي شوية ومعلك عبعمل طبقة جديدة ودي هكون الطبقة اللي انا برسم عليها الهايلايتس او اللامعان اللي هيكون موجود في الشفايف فبزود شوية اللامعان على الشفة العلوية هنا بالشكل ده وعلى الاركان بتاعت البوق وشوية بقى على الشفة السفلية وممكن اجيب برضو السماتش تول وابدأ ان انا افرش اللامعان ده شوية وحس ان اللامعان على الشفة السفلية زيادة شوية فهجيب الاستيكة وهبدأ ان انا اخفف اللامعان ده شوية بالشكل ده وبكده اكون خلصت الرسم والتروين بتاع الشفايف او البوق بالكامل وهنبدأ بقى ان احنا ندخل في المرحلة الجاية من الفيديو وهو ان احنا نرسم الشفايف دي على الوشوش بالزبايا المختلفة فهاختار الفايل او الرسمة اللي انا رسمت عليها قبل كده الوشوش في الفيديوهات اللي فاتت وكنا رسمنا الوش والعينين والمناخير ونبدأ بقى دلوقتي ان احنا نرسم الشفايف ونزودها على الوشوش دي فهبدأ برسم الشفايف للوش اللي باصص علينا قدام على طول من غير اي زاوية واذا احنا شاوين كده بدأت برسم الخط اللي هيفصل لي ما بين الشفا العلوية والشفا السوفلية وببساطة خطس كده بارسم الشكل بتاع الشفا العلوية وبعد كده بارسم الشفا السوفلية تحتيها هنا بالشكل ده وبعد كده بارسم الشكلين البيضوين وبعد كده اكون خلصت رسم الشفايف للوش الاول وهبدأ في رسم الشفايف للوش التاني اللي بزاوية شوية ناحية الشمال فبارسم الاول الخط اللي بيفصل ما بين الشفا العلوية والشفا السوفلية وبعد كده رسمت الاركان بتاعت البوق وبعد كده رسمت الشكل بتاع الشفا العلوية وبعد كده بارسم المنحنة اللي تحت اللهم السلي الشفا السوفلية بكل بساطة بالشكل ده ووكده هضيف الشكلين بيضويين للشفة السفلية اللي هيكون وصل لهم اكبر دوق. كده هكون خلصت رسم الشفايف للزاوية دي وهنرسم بقى الشفايف من الجنب المراتي فبرسم الخط برضو اللي هيفصل لي ما بين الشفة العلوية والشفة السفلية هكده برسم الشفة العلوية بالشكل ده. والشفة السفلية هنا برضو بالشكل ده. وبحاول ان انا اخلي كل حاجة موازية للخط المايل اللي موجود على الشمال. بشايف اني محتاج ان انا ازبط الجزء ده شوية. فبامسحه بالشكل ده. وبجيب الفورشة بتاعتي مرة تانية وببدأ ان انا ازبط الشفة السفلية والعلوية. مع كده هنزل بخط الجوة بالشكل ده. ومنحنة طالع لبرة بالشكل ده يمثل لي الدقن بتاعة الشخصية. وبعد كده ممكن بقى امسح الخط ده خلاص ما بقتش محتاجه في حاجة. وبرضو ممكن ازبط الجزء ده من الوش. فبما ان احنا خلاص عندنا بقى يعطبها الموازمة الملامح موجودة خلاص على الوش. فنقدر ان احنا هنعمل شوية تزبطات للشكل بتاع الوش نفسه علشان يكون مناسب للملامح اللي احنا رسمناها. فقدر ان انا ازبط الجوانب بتاعته الوش هنا برضو بالشكل ده. وكنا ضفنا الدقن في الوش من الجم ونقدر هنا برضو ان احنا نرسمها هنا علشان نتأكد ان الشكل بتاع الوش مصبوط. فبرسم شكل بيضاوية مصير الدقن وبعد كده همسحوه بعد ما ازبط الشكل بتاع الوش. وهكرر نفس الكلام للوش التاني اللي موجود هنا برضو هرسم الدقن هنا بالشكل ده علشان ازبط الشكل بتاع الوش. بعد كده هبقى امسح بقى الشكل البيضاوي ده قدام. وهرسمه هنا برضو بالشكل ده كده. وبرضو ممكن اقلب الرسمة بتاعتي علشان اشوف لو في اي حاجة محتاجة لديه تتزبط. وهذه اللي بالرسمة بتاعتي مرة تانية. ودلوقتي همسح بقى مرة تانية الاشكال البيضاوية ايضا رسمتها للدقن دي. وبكده نكون اتعلمنا رسم وتلوين الشفايف بالتفصيل وبعد كده برضو اتعلمنا رسمهم على الوشوش بالزوائي المختلفة. وفي فيديو جاي ان شاء الله نتعلم رسم وتلوين الودان بالتفصيل وبكده ان شاء الله نكون خلصنا رسم كل الملامح بتاعة الوش. وهنبدأ بقى بعد كده في رسم الشعر وتلوين الشخصية وبعد كده اضافة التضليل والاضاءة لها. فكده عادة يكون مستنى اعرف ايكو في فيديو ده تحت في الكومنت. وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو اللي عجبكم. واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان تعرفين ما فيديوهات يجي ده تنزل ان شاء الله. ويربكم ايضا اتفككم بحاجة دي ده في الفيديو ده. وشكرا جدا لكم.